العقوبات الغربية ضد روسيا لم تخترق اقتصادها كما كان متوقعاً، بل على العكس قد تكون لها تأثيرات عكسية. أولى التبعات انعكست على أسعار النفط العالمية التي وصلت لحدود غير مسبوقة منذ الأزمة المالية عام 2008. وهي مرشحة للارتفاع أكثر إذا ما قررت موسكو تطبيق تخفيضات انتقامية في إنتاج المواد الخام لإلحاق الأذى بالغرب وفق محللي بنك جي بي مورغان. أي أن روسيا قد تخفض الإمدادات اليومية من النفط الخام بمقدار ثلاثة ملايين برميل، والنتيجة رفع أسعاره إلى 190 دولاراً. السيناريو الأسوأ أن تقرر خفض الإمدادات بمقدار خمسة ملايين برميل، ما يعني أن سعر الخام سيصل لحدود ثلاثمائة وثمانين دولاراً. الأمر لا يتعلق بأسعار النفط الخام فحسب. اقتصادياً يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إعادة توزيع الدخل بشكل فعلي من الدول المستهلكة للنفط في أوروبا والصين إلى المنتجين الأساسيين وفق صحيفة واشنطن بوست. وفي حال استمرار القفزة السعرية لمدة عام، سيتحول أكثر من تريليون دولار من الدول المستهلكة إلى الدول المنتجة للنفط في العالم. بكل الأحوال، ستكون روسيا الرابح، مقارنة بالضرر الذي سيلحق بالدول الغربية. وفي وقت تعمل مجموعة الدول السبع على وضع آلية لتحديد صقف سعري للنفط الروسي، إلا أن مظاهر الوحدة التي أبدتها الحكومات الغربية في مواجهة روسيا تخفي انقسامات عميقة بحسب Financial Times. فالخسائر الاقتصادية للحرب في أوكرانيا باتت أكثر وضوحاً وإلحاحاً، وأصبح من الصعوبة التوصل لموقف مشترك، لسيما فيما يتعلق بعقوبات الطاقة. ظهر القلق بشأن ارتفاع أسعار النفط خلال قمة مجموعة الدول السبع عندما تم تصوير الرئيس الفرنسي وراء الكواليس، وهو يناقش مع نظيره الأمريكي كمية الطاقة الإنتاجية الفائدة المتاحة لأعضاء أوبيك الرئيسيين. إلين يوسف العربية